الأزمة الإنسانية التي تفاقمت مساحتها في سوريا إلى أن أصبح أكثر من 80% من السوريين ضحية الفقر والجوع باتت رهينة صراع أجندات سياسية بين أطراف الصراع في سوريا مشاريع قرارات تحت قبة مجلس الأمن الدولي تطرح من دول وترفض من قبل دول أخرى هذا هو واقع حال مجلس الأمن حيث باتت المشاريع الإنسانية ساحة صراع بين بعض الدول التي انهمكت في خلافات سياسية آخر فصولها ما يجري اليوم في أروقة مجلس الأمن البداية كانت بطرح ألمانيا وبلجيكا الثلاثاء الماضي مشروع قرار قوبل بفيتو من قبل روسيا والصين يقضي بتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة عام واحد عبر نقطتي الدخول الحدوديتين في باب السلام المودية إلى منطقة حلب وباب الهواء التي تسمح بالوصول إلى منطقة إدلب لتبدأ عملية إغلاق البوابتين الحدوديتين أمام مرور قوافل المساعدات الدولية إلى سوريا اعتبارا من العاشر من شهر تموز الجاري حيث ينتهي التفويض الحالي الذي تعمل به الآلية بموجب قرار مجلس الأمن 2504 الصدر في الحادي عشر من شهر كانون الثاني الماضي ثم جاء مشروع روسي مضاد اخترحت فيه موسكو إلغاء معبر باب السلام والإبقاء على معبر باب الهواء فقط ولمدة ستة أشهر وصوتت فقط ثلاث دول هي الصين وجنوب أفريقيا إلى جانب روسيا لمصلحة المشروع الروسي واستبعد مشروع القرار الروسي لأنه لم يحصل على تأييد تسع دول وهو الشرط اللازم لأقراره تلى المشروع الروسي مشروع جديد سينقش في مجلس الأمن تقدمت به ألمانيا وبلجيكا اللتان أفشلت روسيا والصين مشروعهما ونص على إبقاء المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة إلى سوريا عبر الحدود بلا تغيير تقريبا بعد إخفاق روسيا في خفضها ويرى مراقبون أن تعنت الموقف الروسي في مجلس الأمن حيال آلية وصول المساعدات للسوريين بسبب الخلافات السياسية بين واشنطن وموسكو التي تطغى على أي اعتبارات إنسانية في التعاطي مع الملف السوري من شأن أن يعمق مأساة السوريين الذين بات الحفاظ على أرواحهم رهينة حل هذه الخلافات ترجمة نانسي قنقر